نروح مع حضرتكم لموجز وأهم وآخر الأخبار مع لم يتفضل يلم شكرا هدير الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين والذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وفي كلمته خلال الاحتفال أكد الرئيس السيسي أن الدولة لن تتخلى عن أسر الشهداء ولن تنسى تضحيات شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل مستقبل أفضل لمصر وأضف الرئيس السيسي أن ما وصلنا إليه من وضع أفضل كان بسبب أرواح أبناء مصر من الجيش والشرطة قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تستحق أعدادا أكثر من السياح وفقا لما تمتلكه مصر من إمكانات سياحية كبيرة مشيرا إلى الخريطة الواجب وضعها بناء على مقترحات المطورين والمتثمرين للمهود بهذا القطع وخلال لقائه بمجموعة من المطورين والمتثمرين السياحيين بحث مدبولي مقترحات تطوير صناعة السياحة وأكد أن الدولة قدمت كل الدعم المطلوب لهذا القطع وما زالت تقدم المزيد من الدعم وأشار مدبولي إلى المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده خلال أيام مؤكدا أنه سوف يضم جلسة كاملة عن سبول دعم قطع السياحة بهدف الخروج بورقة التوصيات تعمل على النهوض والقفز بهذا القطع عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلستي التاسعة والعشرة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وخلال الجلسة التاسعة اتفق مجلس الأمناء على تحديد السبت المقبل موعدا نهائيا لتلقي المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات كما اتفق على مواصلة الانعقاد الدائم للمجلس هذا وتقرر عقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاثة على التوازي بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع كما أكد مجلس الأمناء أنه اتفق خلال اجتماعيه العشر على مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية مرحبا بدعوة رئيس مجلس الوزراء لمقرر المحاور الاقتصادي لحضور المؤتمر تعقد اليوم مجموعة الدول السبع الكبرى اجتماعا طارئا عبر الفيديو كونفرنس حيث قال المتحدث باسم الحكومة العلمانية ستيفن هيبستريت إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي سيلقي كلمة أمام القادة في بداية المحادثات وأوضح المتحدث أن الاجتماع سيبحث تدعيات تكثيف الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا وزيادة الدعم العسكري لكييف وتقديم أيضا المساعدات لإعادة إعمار المباني المتهدمة في أوكرانيا تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة وقال البيت الأبيض في بيان له إن بايدن تحدث هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زلنيسكي حيث بحث الوضع في أوكرانيا خاصة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف والعديد من المدن لأخرى قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن رفاهية الاتحاد كانت قائمة على الطاقة الرخيصة من روسيا وأكد بوريل ضرورة البحث عن مصادر الطاقة داخل أوروبا مشيرا إلى أن الاقتصاد الاتحاد الأوروبي ينتظر إعادة هيكلة وأوضح بوريل أيضا أن أوروبا تعمل الآن على البحث عن مصادر الطاقة داخل أوروبا قدر الإمكان توصلت أزمة الوقود في فرنسا جراء الاضطرابات التي نظم على الاتحاد العام للتحاد العمال بمأصاف النفط الرئيسية مما أدى إلى نقص الإمدادات بثلثي محطات الوقود ويطالب المضربون بأجور أعلى لمواجهة التضخم القياسي الذي رفع تكلفة المعيشة في البلاد واتخذت الحكومة الفرنسية قرارا بإطلاق جزء من احتياطيات الوقود الاستراتيجية للتغلب على هذه الأزمة مشاهدينا انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل شكرا شكرا